نروح مع حضراتكم لمرحلة مهمة جداً في مشوار منتخب مصر مع طبعاً ميستر كيروش دي صار المدرب المنتخب في الفترة دي ومساعد ميستر كيروش هيكون ضفنا فيه السادسة من خلال فيديو كونفرنس طبعاً برحب بيك في البداية وبشكرك على ظهورك على شاشة النادي الأهلي هذا شيئاً من الرائع كان وجوتي معكم بداية مش عارف تبعت مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ومقدمتها ويهمني أسمع رأيك إذا كنت شفتها ورأيك فيه فكرة نجاح المغرب في تنظيم البطولة اختيار أساساً اتحاد الأفريقي للمغرب لإستضافة المباراة النهائية مع أنه الوداد المغربي كان طرف فيها نعم نعم نجحات المباراة في الليلة أمس وكانت مباراة رائعة وكانت جو رائع ولكن لم يكن يوجد عدل في هذه المباراة لأن وجد نظري أن كان يجب أن تتلع في مباراة محايدة في أرض محايدة والمباراة لعبت من أجل الفريق المغربي وأعتقد أن هذا ساعد الفريق على الفوز وأعتقد أن الأمر كان من الأفضل اختيار ملعب محايد لهذه المباراة طيب عودة للفترة التي تولدت فيها بشكرك طبعا على زورك معنا يمكننا بنفرد بوجودك معنا النهاردة لأن الحقيقة فيه كلام كتير جدا عن الفترة التي تولدت فيها المسؤولية مع مستر كيروش كمسؤولين عن الجهاز الفني لمنتخب مصر بداية أن تقييمك للفترة دي رغم أنها لم تكن طويلة جدا لكنها شاركة أكثر من محفل مهم منها بطولة أمم إفريقيا منها مشوار التأهل لكاس العالم ومنها كاس العرب طبعا اللي أقيم في قطر تقييمك لها إيه وكنت شايفها إزاي إذا كان لي شخصيا كانت تجربة رائعة أنا استمتعت بكل يوم في مصر أنا استمتعت بالناس بالفريق بثقافة البلد وأعتقد أن كنت في مكان رائع في دولة تتميز بقوة القدم وطبعا نحن لعيبنا أكثر من 20 مباراة في وقت قليل جدا في أكثر من 6 شهور وأعتقد أننا فعلنا كل ما بوسعنا أن نحقق هدفنا وذهبنا في المباراتين النهائتين لدربة الجزاء خرجنا بدربة الجزاء فقط أنا لا أقول أعذار ولكن أرى أننا فعلنا الكثير وكنت أتمنى بالطبع على الوصول لما يبغى وما يتمناها للشعب المصري وأعتمنى المنتخب المصري دائما للتوفيق قط اللبس كانت مسار حديث كتير جدا ومسار جدل كتير جدا في فترة تولى فيها مستر كيروش المسئولية انتبعات عن توتر علاقته بالجهاز المعاون انتبعات عن فكرة انفراضاته بالقرار لو كلمتنا أكتر على الحالة التي كانت موجودة بين الجهاز جهاز مستر كيروش ومستر كيروش نفسه في الفترة دي إزاي كنت بتشوفها وهل كان في مشكلات بالفعل قائمة داخل قط اللبس أو لا أعتقد أن في جميع غرفة الملابس غرفة الملابس يوجد اختلاف وأعتقد أن مستر كيروش لديه طريقته الخاصة وكان لديه رغبة في تحقيق ما يتمناه وما يبغاه الشعب المصري ولكن كل مدرب له طريقة في التعامل قد نختلف معها البعض وقد يتفق ومن المحتمل أن جميع الناس أن لا يتفقوا معه ولكن كان يوجد في غرفة ملابس رغبة كبيرة وروح كبيرة من أجل الفوز هذا ما جمعنا دائما وهذا ما كنا عليه وما كنا تمناه وأعتقد أنه كان منعكس على اللاعبين وكل الشخص استغل على هذا وكنا نتمنى تحقيقه هل طلب مستر كيروش في فترة من الفترات بالتغييرات في بعض الأسماء داخل الجهاز الفني؟ إطلاقا لم يطلب هذا نحن كنا قريبين جدا وكنا نتكلم أنا كنت دائما رقم اثنين في الجهاز الفني وكنا سعداء جدا داخل الفريق العمل ولم أرى هذا إطلاقا لكنت مطلع على جميع الأمور مع جميع الناس ولم أستقبل هذا من قبل نهائيا ولكن بشكل عام أعتقد أن كان لدينا توازن جيد وتجربة رائعة وكان لدينا فريق كبير فريق عمل رائع حتى مع الفريق الطبي وأعتقد أنها أيام كانت رائعة بالنسبة لنا وكنا جدين من أجل تحقيق ما تمناها الجميع خلييني أسألك في الجزئة المتعلقة أنا متأكد طبعا أن الجهاز كله سواء أجانب أو مصريين كانوا عندهم حرص أنه يحققوا ويوصلوا الأبعد مدى مع المنتخب ده نجاح ليهم شخصيا كمان زي ما هيكون نجاح لمنتخب مصر لكن كان بيقال أنه رجل أشبه بدكتاتور وفي بعض الماتشاط وخصوصا فيه متعلق بالمباريات يعني أتوقع أن كل واحد من الجهاز فاني كان بيقوم بدور كبير جدا في فترة التحضير استعداد التدريبات لكن فيما يتعلق بسيناريوهات المواجهات أو المباريات هل كان ميستر كيروس بينفرد بالقرارات ولا كان بيبقى فيه تنصيق مع الجهاز المعاون لي أعتقد أننا كنا نعمل عدة ساعات كل يوم وحتى آخر الليل وكنا لدينا محادثات كثيرة وكل مركز لكل لاعب كنا نتحدث عنه أعتقد أنه كان يجمع الأراء وبالطبع في النهاية يأخذ قراره على الشخص ولكن كان دائما يستشيرنا جميعا وكان الجميع قادر على المشاركة في الرأي لأنه كان يسأل كل شخص ولكنه على كل حال أنه كان القائد وكان صاحب القرار ودائما القرار نهيو له ولكنه بصراحة كانت دائما يوجد محادثة مفتوحة لو رجعت معاك لمباراة السنغال مباراة العودة في دكار المباراة اللي انتهت طبعا بتأهل السنغال لكاس العالم يمكن قصة ضربات الترجيح في النهاية شغلت كثير من المصريين بعد المباراة فكرة أنه أهم وأبرز نجوم الفريق يخفقه في التسجيل ترتيب اللعبين اللي يمكن كان مختلف عن السيناريو اللي اعتدنا عليه في مطشط بطولة أفريقيا هل ده كان سيناريو معد من قبل مستر كارلوس كيروش ولا تم بالاتفاق داخل الملعب وهل تم التدريب أساسا على رقالات الترجيح مقبل المباراة ولا ده ما كانش السيناريو وارد بالنسبة لكم بالطبع نحن كنا معدين لهذا وكانت دائما نعود لكل أي لاعب ستقدم التصويب في حالة ضربات الجزاء جميع الترتيب كان معد له وأعتقد أن هذا لا يمكن أن يحدث بالمفاجأة هذا الأمر دائما ما يحدث خلال التمرين كل يوم نرى من اللاعب الأفضل أن يبدأ بالتصويب واللعبين المميزين في التصويب وتم اختيارهم ونقان على التصويب في كل يوم نعم نعم نحن خسرنا بدربات الجزاء ولكنها كان بالأمر الصعب أن أحد أفضل اللاعبين في العالم يصوبوا دربات الجزاء فطبعا عندما كررنا أن من سيصوب كان صلاح لأن أعتقد أنه كان يكون دائما الأفضل أن يصوب هو الأول لأنه هو النجم هو الذي هو معتاد على التصويب مع فريقه في أكبر محافي العالم وطبعا أخذنا في اعتبار زيزو الذي هو واحد من أفضل المصاوبين على الإطلاق ولكن للأسف هو أهدر وكانت مفجأة طبعا وهذا ما حدث يمكن بعد رحيله مستر كارلوس كيش بعد التصريحات تتكلم على مسؤولين في التحدي الكرة المصري وقال أنهم لم يحترموا أو يحترموا الجهاز المعاون وكانت رغبتهم في رحيله على عكس ما أراد رأيك إيه في الكلام ده وإيه هي الأسباب إذا كان فيه خلافات بين مستر كيروش أو مسؤولين في التحدي الكرة ما قبل قراره بالرحيل أو بانتهاء مشوره مع المنتخب الوطني بشكل شخصي لم أرى أي مشاكل بشكل شخصي حتى مع أي فرد من التحدي المصري ولكن بالطبع يوجد في كل في كرة القدم المشاكل قد تكون واردة مع بعض الأشخاص ونحن كنا في موقف مهم وزو مسؤولية ولكن أنا شخصيا لم أمر بهذا ولكن حتى في بعض المسائل التي يوجد بها بعض المشاكل كنا نجد حل كنا نتناقش ونجد طريقنا نتفق عليه وبالطبع يوجد اختلافات ولكن بطريقة ما كنا نجد حل أو نتيجة لهذا ولكن لسوء الحظ لم نحفل ما نتمنى لم نصل إلى هدفنا الرئيسي هو التأهل لجأس العالم وهذا كان الأمر المحزن ولكن بما أننا لم نتأهل هذا ما فعل المشاكل أكثر وما ظهر عليه أن الجميع يتحدث وكانت أمنيات للجميع بالطبع الصعود ولكن أعتقد أن مستر كيروش هو فعل أمر جيد بالجلوس مع الاتحاد والحديث وأعتقد أن الحديث كان بطريقة جهدة ولكن هو قال أنه حارب من أجل هذا ولم يحدث يمكن الجماهين الكرة في مصر لم يكن تنتظر من مستر كيروش أن يصل بمصر لبطولة لقب بطولة أمم أفريقيا أو حتى التأهل لكهس العالم لكن كان أمالها فيه أكبر من كده كانت بتسعى لاستعادة قوة وهيبة وشخصية المنتخب الوطني اللي فقدها يمكن لسنوات من وجهة نظرك هل كان مستر كيروش في الطريق الصحيح وإيه اللي تحتاجه أيضا للكرة المصرية من وجهة نظرك عشان يبقى عندها منتخب قادر على المنافسة بقوة سواء على فرص التأهل لكهس العالم أو تحقيق ألقاب قرية أعتقد أن الفريق لم يكن يلعب مباراة كثيرة قبل أن نأتي وأعتقد أنها كان بسبب كورونا ولكن أعتقد أن يجب أن الفريق يلعب مباراة كثيرة ويكتسب خبرات أكثر مع بعضه البعض لمساعدة الفريق للصعود لمنصات تطبيق مرة أخرى خصوصا ونتحطيق نتائج جيدة خصوصا أن الفريق يمتلك لعبون على مستوى عالي وأعتقد أننا أنجزنا شيء جيد على مستوى أداء اللاعبين أو تطور اللاعبين هذا ما سعينا إليه وما كنا دائما نعمل عليه وهذا ما جعلنا نصل إلى المباراة النهائية ونخرج بدربات الجزاء في النهاية فأنا كنت أحلم مع نفسي أنا ومستر كروش دائما أن نفوذ وأن نصعد لكأس العالم كان حلم كنا نتحدث دائما عنه عن أمنية إنجازه وتحقيقه كان حلم لنا قبل أن يكون حلم المصريين ولكن أعتقد أن المنتخب المستوى سيستطيع فعل الأفضل ولكن أعتقد بكل صراحة سيصعد المنتخب المصري يستطيع هذا الجيل يستطيع الصعود إلى كأس العالم وكان يوجد كثير من اللاعبين الصغار الواعدين وأعتقد أنهم خلال المستقبل سيكونوا مؤسرين مع منتخب مصر وأعتقد أنهم أيضا سيلعبون في أوروبا وأعتقد لهذا أعتقد أن الكرة المصرية دائما في تقدم ودائما في وضع التجهيزي وبالفعل المنتخب المصري هو بطل إفريقيا بالأرقام والألقاب وهذا ما نراه من الأهلي أيضا ما يفعله الأهلي في أفريقيا روجر دي سار طبعا مدرب منتخب مصر الوطني السابق بشكرك شكرا جزيلا ويعني أتمنى نكون بانفرادنا النهاردة بلقاءه لأول مرة بيظهر طبعا على وسائل الإعلام مصرية نكون يعني اتكلمنا شوية على معافة السادسة طبعا على شوية من مرحلة كانت مهمة جدا وكنا نتمنى أن أتكلم بالنجاح وأعتقد أن راجل لو كان نجح فيه الحصول على لقب بطولة أفريقيا أو على أقل التأهل لكاس العالم أو العكس انتهيلي كاس العالم كانت بالنسبة لنا أهم من بطولة أمم أفريقيا لكن في الحالتين لو كان نجح حتى في تحقيق هدف واحد منهم كان استمر مع المنتخب في النهاية ناس كثيرة جدا نادب بالوطني وتولى مستر إيهاب جلال أو كابتن إيهاب جلال المسئولية وبالوطني